أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بحجة أن الجزائر بلد مسالم يحترم سيادة البلدان ولا يسعى على الإطلاق للتدخل في شؤونها الداخلية وأنها تسعى لحل مختلف الأزمات جاء هذا الموقف خلال استقباله اليوم سفير المملكة العربية السعودية بالجزائر سامي بن عبدالله صالح الذي أثار الجدل في الفترة الأخيرة بتصريحاته وخلال اللقاء جدد بحجة الدفاع عن موقفها الجزائر الداعي إلى تعزيز التضامن العربي لمواجهة مختلف التحديات لا سيما في محيطها الجيو استراتيجية